اشتركوا في القناة وافريقيا في الربط بشبكة الانترنت منذ 1991 وقد عمل النظام على استغلال ذلك لتجميل صورته غير أن فضاء الانترنت كان في الواقع فضاء موازيا للنشاط والتعبير حيث بات يمكن للأصوات الحرة من خلاله ممارسة مواطنتها والتعبير عن قناعاتها مع إغلاق النظام للفضاء العام واحتكاره للمجال السماعي والبصري فللتذكير لم يمنح نظام الاستبداد منذ 1987 رخصة النشر لأي وسيلة أعلام مستقلة ولمواجهة هذا الفضاء الجديد جند النظام واجهزته القمعية لتتبع إبحار التونسيين على الانترنت وكانت لقصة الرقابة على حرية الانترنت زمن الاستبداد بداية حتى أصبحت تونس معروفة على النطاق العالمي بوصفها أحد أكثر الدول ممارسة للحجب والمصادرة حيث وظف النظام إمكانيات ضخمة من أجل أحكام سيطرته على الانترنت فتم بعث جهاز خاص في المعلوماتية للرقابة والتتبع وفرض ترسانة من القوانين لتبرير ممارسة المساطرة والرقابة يحمل قرار وزير الاتصالات لسنة 1997 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الضابط لشروط استغلال الانترنت مزود الخدمات مسؤولية المحتوى المتصفح من الحرفاء ويلزمه إبلاغ الوكالة التونسية للانترنت بالقائمة الإسمية لمنخرته وفرضت كراس شروط مجحفة على مالك الفضاءات العمومية للانترنت بهدف تشديد الرقابة فمسير الفضاء مطالب بالمراقبة عن بعد لمحتوى البريد الإلكتروني لحرفائه ومجبر على الاستعمال برمجية بيبلي سوفت الذي يمكن من مراقبة نشاط زوار الانترنت مباشرة كما سمحت مجلة البريد الصادرة سنة 1998 لإدارة البريد بمصادرة كل إرسالية بريدية أو إلكترونية بموجب الإخلال بالنظام العام هي بالنهاية تقنين للرقابة فكيف يمكن معرفة هذا الإخلال بالنظام العام إن لم يتم مسبقاً لإطلاع على محتوى الإرسالية ومثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 تعالة لتوسيع دائرة الجرائم الإرهابية لتطال حرية الإبحار على الانترنت لقد تمت عدة محاكمات بموجب هذه القوانين نذكر من بينها محاكمة مجموعة شباب جرجيس بتهمة تكوين مجموعات إرهابية وشباب أريانا واعتمتت المحكمة على أدلة متمثلة في ملفات محملة من الانترنت تعددت تقنية النظام لمصادرة حرية التونسيين في الإبحار على الانترنت ومن بينها الكيلوغر تسجل خلصة جميع ما يقع نقره على لوحة مفاتيح حسب الماء وترسل هذه المعطيات إلى المصدر أحسن التروادة والفيروسات فرز المحتوى تتمثل في تمرير جميع طلبات سفحات الواب على نقطة مراقبة مكلفة بالسماحة أو بالمنع للطلبات كما عمل النظام على مراقبة واعتراض البريد وكانت تقوم شرطة الانترنت بإخفائه وعرقلة الملفات المرتبطة به فحينما يتم فتح الرسالة المطلوبة فإنها تختفي ويعوضها بريد غير مرغوب قد يتهمك باللاوطنية في هذا السياق أطلقت جمعيات مستقلة من بينها الرابطة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صيحة فزع في سبتمبر 2008 إننا معطلون بشكل كبير في عملنا منذ أشهر لم يعد ممكننا الدخول لبريدنا الإلكتروني وحين نتمكن من ذلك تختفي رسائلنا أو تصبح غير مقرؤة وتبتلع ولا يتعلق الأمر لا بمشاكل تقنية ولا بمشاكل ربط بالشبكة ولكن وبكل وضوح بالرقابة المسلطة على المجتمع المدني التونسي المستقل كما عمد النظام في عديد المناسبات على قطع ربط بالأنترنت رغم كون المشترك يدفع اشتراكه بانتظام وهو ما تعرضت إليه منظمتان هما مرتد حرية الصحافة والنشر والإبداع والمجلس الوطني للحريات في تونس التي تتشاركان نفس المقر وقد قامت المنظمتان بتقديم 16 شكاية بسبب قطع الاتصال في ضرف 9 أشهر سنة 2008 لحقت عمليات المراقبة والحجب المعارضين السياسيين والجماعية المستقلة والنقابات وحتى البعثات الديبلوماسية وقام النظام بحجب عديد المواقع والصفحات وتحديدا مواقع حقوق الإنسان ومواقع المعارضة ومواقع الترجمة الآلية وبعض مواقع الموسوعات مثل بعض صفحات الويكيبيديا ومواقع إيواء الفيديو مثل اليوتيوب والديلي موشن بل وقام النظام بحجب موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لمدة 16 يوما في صيف الألف وثمانية لقد كان الزائر العادي في الفضائل الإلكتروني من ضحايا السنسرة إذ قام النظام بحجب مواقع لمجرد مقال يحمل بعدا نقديا للنظام وقد حرم مثلا الباحثين من متابعة دروس أكاديمية موجودة على مواقع نشر الفيديوهات كما لم يفلت التونسيون الناشطون في الخارج من سيف الرقابة حيث تم استهداف المواقع المعارضة المأوية في الخارج كما قامت أجهزة النظام بمراقبة خطوط ربط المعارضين بالخارج وبريدهم الإلكتروني لقد كانت الاستثمارات الموظفة في عمليات مراقبة الإنترنت بلغت حجما ضحما تتقسم أعباؤها ميزانيات وزارة الاتصال ووزارة الداخلية والوكالة التونسية للاتصال الخارجي ورئاسة الجمهورية لم يكتفي النظام بممارسة الصنصرة بل قام بتشتيد الخناق على الشبكة العنكبوتية وتتبع الأنشطة فيه ففي الانتخابات الرئاسية سنة 2009 عمل النظام على محاصرة الفضاء الابتراضي والتحرك على شبكة الانترنت عبر تركيز خلايا جهوية تحت إشراف لجاني تنسيق التجمع المنحل وقد أخذت عدة تسميات منها اللجنة الجهوية للمساندة والدعم الإلكتروني بالمرسة اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة رسل شبكة الانترنت بصفاق سوى جفسة خلية اللجنة الجهوية لليقظة الإلكترونية الرقمية بباجا وبنزرت وقد كانت ما تسمى خلية الانترنت التابعة للوكالة التونسية للاتصال الخارجي تعد تقارير مفصلة توجهها إلى رئاسة الجمهورية حول النشاط على الانترنت وذلك بصفة يومية حصة صباحية وحصة مسائية وحصة ليلية ولقد اعتمد النظام على شخصيات حزبية حيث يذكر تقرير أمني من الأرشيفات التي حصلت عليها الهيئة أن شاب من حزب التجمع المنحل كلف بقرصنة حسابات معارضين في الداخل والخارج وشخصيات من بينها رجل أعمال واستيقاء معلومات حولها وتبليغها إلى الإدارة المركزية للتجمع المنحل كما تبين مذكرات موجهة من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي إلى رئاسة الجمهورية عن إنجاز هذه الوكالة وبثها أشريطة من أجل تصدي لما سمتهم بمنوئين وللمفارقة تم نشر هذه المقاطع على الديلي موشن واليوتيوب وهما من المواقع المحجوبة بتونس رغم تذيق الخناق على الحريات من طرف أجهزة الدولة فقد عمل الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان على استغلال فضاء الأنترنت لكسر الرقابة المفروض على المجال العام وذلك من خلال نشأة عديد المواقع للإلكترونية الهادفة لكسر جدار الصمت على الانتهاكات التي تمارسها آلة القمع والاستبداد ففي أوت 1999 أطلق المجلس الوطني للحريات بتونس موقعه ومنتده ليتحول بدوره إلى فضاء للحوار واسع الشعبية وقد تم حجبه بعد زمن يسير من إطلاقه كما وجد موقع تكريز الذي نشط بداية من 1998 لتحول سنة الألفين إلى منتدى واسع الشعبية للشباب التونسي وقد عمدت الوكالة التونسية للأنترنت إلى منع الولوج إلى الموقع كذلك وفي أكتوبر 2000 ظهرت المجلة الإلكترونية كلمة على إثر رفض الترخيص لها ليتم حجبها أيضا بعد أسابيع من إطلاقها كما تعادت هذه الفترة مواقع المعارضين المنفيين وتكثفت هذه المبادرات بفضل مواقع تجميع الأخبار التي ظهرت على غيرار تونسي نيوز سنة الألفين والتي أن بلوغ سنة الألفين وخمسة وأنشأ زهير اليحيوي موقع تونسي الذي نشر الرسالة الشهيرة للقاضي مختر اليحيوي لأول مرة فأصبح فضاء الأنترنت فضاء للتأثير على الواقع الحي اتميز هذا الموقع بجرأته من خلال نشر بيانات نقدية ونصوص ساخرة من ممارسة النظام وهو من أوائل المواقع التي نشطت في تحدي واضح لسلطة دولة الاستبدات وقد عرفت هذه الفترة انتلاق النشاط في الأنترنت عبر أسماء مستعارة تخفي الهويات الحقيقية لأصحابها وذلك لتجنب ملاحقات النظام وقد مثلت إمكانية نشاط مع إخفاء الاسم الحقيقي حافزا لنشاط الشباب لاحقا عبر المدونات تعرف في يسر السيد من بعض لأنه سببين اثنين خاصة أولا هو المنتدى منتدى تونسين الفوروم اللي كانت فيه فاصاء المعارضة التونسية لكل من اليسار للإسلامين للقوميين وحتى برشا قوادة بتاع الحاكم طبعا كانوا موجودين ويعسوا على الناس هذوم الكل الحاجة الثانية اللي تعرف بها السيد هي المقالات الساخرة متع زهير ريحيوي شوهرة التونسي الله يرحمه ومتع محمد بوريقة شوهرة عمر الخيام اللي كان فيها يعني تقريد اللي بن علي وللحاشية متاعه زهير ريحيوي عاد عام ونصف الحبس وتعذب تعذيب وحشي زهير في الزنازة متاعه الحاكم كان أكثر من معزم لكن رغم ذلك ما لازمش الصورة اللي تقعد في الأذهان متاع الناس هي صورة الضحية زهير كان مناضل صلب وشارس زهير وقت اللي الحاكم زدم على البابلينات مش يشدوا وقف وقرعوا أنا اللي تلوجوا عليها خالي والأخرين رايزين إذن زهير قال كلمة الحق في وقت سعي بياسر مش قال لقد نشط الموقع الذي أنشأه زهير بكثافة فقام النظام بتتبعه حتى تم إيقافه في جوان 2002 في مركز الأنترنت الذي يشتغل فيه وحكم بسنتين سجن نافذة من أجل نشر أخبار زائفة واختلاس واستعمال خطوط الاتصال ولم يقع اتلاق صراحه إلا في نوفمبر 2003 وتوفي لاحقا في مارس 2005 من مخلفات التعذيب الذي تعرض إليه وبعد أن عنى الملاحقات والمضايقات المستمرة من الأمن مثلت تجيبة زهير عبر الموقع الذي أنشأه النموذج الريادية للمقاومة عبر فضاء الأنترنت لتتواصل بعده تجارب مماثلة من بينها موقع نوات سنة 2004 وتواصلت بعد ذلك نضالات الشباب التونسي عبر المدونات لتعبير عن آرائهم الحرة رغم رقابة النظام وهرولته الدائمة نحو الحجب وقد اشتدت الرقابة منذ 2005 مع انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس وقد ترأس وقتها الجنرال الحبيب عمار اللجنة القارة المكلفة بالإعداد المادي والتنظيمي حيث تم تضيق الخناق على الفضاء الإلكتروني وحجب المدونات وتتبع المدوينين وإيقافهم لقد مرس الحجب على نطاق واسع على موقع القمة نفسه وتمت مصادرة تقرير لمنظمة العفو الدولية ومنع من التداول وتعرض ناشطون وسحفيون إلى الاعتداء كما تم قطع البث المباشر على القناة الوطنية للخطاب الافتتاحي لرئيس الكنفيدرالية سامويل شميد وذلك في اللحظة التي أشار فيها إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تجمع بين أعضائها دولا تسجل المواطنين لا لشيء إلا لأنهم انتقدوا السلطة على الانترنت أو في الصحافة لقد مثلت القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2005 مناسبة سانحة لكشف مدى ممارسة نظام الاستبداد لأعلى درجات الرقابة والحجب ولتكون مناسبة للتحشيد وليتبلور وعي جماعي على ضرورة مواجهة هذا النظام طلبا لأبسط الحقوق هو حق التعبير في فضاء الانترنت حيث شكلت هذه القمة منعطفا لينفذ النظال الإلكتروني على أرض الواقع فكانت عدة حركات وأنشطة على الفضاء الافتراضي ثم على الميدان في مواجهة آلة الرقابة والحجب حيث اعتمد المدونون التونسيون وسائل مختلفة بهدف التعبير عن رفضهم لسياسة حجب المواقع وتتبع المدونين وذلك من خلال نشر صور كاريكاتورية ونصوص ساخرة وكتعبير عن الاحتجاج دعوا إلى تنظيم تظاهرة تتمثل في التوقف عن الكتابة ليوم واحد عرفت بيوم التدوينة البيضاء يوم الخامس والعشرون من ديسمبر 2007 كما انتظمت يوم الثامن من جوان 2008 تظاهرة بعنوانا التدوينة الحمراء وذلك للاحتجاج على القمع الذي تعرض له أهل الحوض المنجمي بقفصة تكثفت بعد ذلك التظاهرات منها لال الحجب خاصة بعد غلق الفيسبوك في صائفة 2008 وحملات يزيفوك وثيب صالح وانهار على عمار وانتظمت هذه التظاهرة يوم الثاني والعشرون من مايه 2010 وقد قدم حينها المدوينان سليم عمامو وياسين العياري إعلاما لوزارة الداخلية من أجل التظاهر غير أنه واجهت أجهزة الأمن حينها المدوينين وحاصرتهم وأوقفت عادة منهم كما أطلق المدوينون حملة رسالة إلى نائب للمطالبة بمناقشة موضوع الحجب في مجلس النواب لعب لاحقا فضاء الأنترنت دورا حاسما في ثورة السابع عشر من ديسمبر 2010 ورابع عشر من جنف 2011 حيث تناقل عبره الشباب أخبار الاحتجاجات فتم تشارك الصور ومقاطع الفيديو وقد انتشر بكثافة هاشتاك سيدي بوزيت على موقع التويتر تيلة أيام الحراك الثوري لقد ساهمت شبكات الاجتماعية في نقل أحداث الثورة إلى العالم رغم الإقافات والتعذيب في وزارة الداخلية بالتوازي مع تعتيم الأعلام الرسمي وقد أصبحت حينها الأسماء المخفية للمدوينين مكشوفة في مواجهة نظام القمع والاستبداد لقد وجد النظام حينها نفسه عاجزا على مواجهة هذا الطوفان ولعله لذلك مثلت آخر ورقان لعبها الرئيس المخلوح يوم الثلاث عشر من جنف 2011 هو إعلان تعليق الرقابة على الأنترنت ولكن كان للشعب التونسي الكلمة الأخيرة يوم الرابع عشر من جنفي ولذلك اعترافا بدور رواد مقاومة الاستبداد عبر فضاء الأنترنت تم اعتبار يوم الثلاث عشر من مارس 2012 في الذكرى السابع لوفاة زهير اليحياوي يوما وطنيا لحرية الأنترنت ويتساءل اليوم المواطنون والمدوينون هل احتجبت الرقابة حقيقة بعد الثورة؟ وهل باتت الإرساليات الخاصة غير خاذعة للرقابة إلا بإذن القضائي؟ وهل أصبحت حقا عمليات الصنصرة والرقابة من الماضي؟